موسيقى بمختلف مقاطع القطع بإقليم طاطا تواصل هذه الجرفات بمعية مختلف المعدات اللوجيستية منها والبشرية التعامل مع مخلفات السيول القوية التي أدت على كافة المسارك والمشآت الفنية بإقليم طاطا نتيجة الأمطار الطفلية التي شهد الإقليم على مطار اليومين الماضيين إمكانيات سخرت المصارح الإقليمية تعززت بإبدادات من أقاليم جياتسوس مسا والهدف إعادة تشغيل هذه المنشآت وفتح كل الطرق في وجه حركة السيرة أمطار كانت طفلية وضعت خسائر مدية كثيرة والحمد لله السلطات المحلية ونزلت جهيز والوخاء المدنية جميع السلطات لتجنة لفتح المسارك الأمطار الغير مسبوقة التي تهطلت على الإقليم والتي تجاوزت كل المستويات القياسية أنحقت خسائر فاتحة بكافة المسارك التي تصل تجمعات الإقليم السكانية وكذا التي تربط طاطا بباقي أقاليم المملكة جهود مضنية تنخلط فيها مختلف المصارح الإقليمية التي عبأت كل إمكانياتها لتعامل مع مخلفات أمطار قياسية لم تشهد لها المنطقة مثيلا منذ عقود من الزمنة بهذه الوثيرة المتسارعة أيضا تتواصل عمليات فتح مختلف المسارك الطرقية وإصلاح مختلف المنشآت الفنية التي تضررت نتيجة السيور القوية التي عرفها الإقليم على امتداد اليومين الأخيرين معدات اللوجيستية مهمة عبأتها السلطات المحلية هنا بإقليم طاطا والتي مكنت من فتح هذه المسالك في وجه حركة السير من إقليم طاطا حافظ محضار وجمال الأخصصي اشتركوا في القناة